تصلب الشريين يعد أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعاً لكن دراسة جديدة بيّنت أن علاجه قد يكون ممكناً من خلال الجهاز المناعي هي دراسة أجريت في جامعة لودفيك ماكسيميليان الألمانية توصل الباحثون من خلالها إلى أن الجهاز المناعي يمكن أن يوفر خيارات علاجية جديدة لتصلب الشريين هذا المرض الذي ينتج عن تراكم الدهون في الشريين مما يعيق تضفق الدم ويمكن أن يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية لكن خيارات العلاج المناعي وفقاً للدراسة تتطلب بداية فهم التفاعل بين البروتينات المثمات CD40 وCD40L بما أن أحد هذين البروتينات يتم إنتاجه على سطح خلايا متخصصة في جهاز المناعة وتبين أن تصبيط تلك البروتينات أي إبطاء نموها يساعد على خفض الجلطات الناتجة عن لويحات تصلب الشريين وهو الإسم الذي يطلق على تراكم الدهون والصفائح الدموية داخل الشريين ويقول العلماء إن النتائج التي توصل إليها تقودهم إلى توسيع دراساتهم حول تأثيرات بروتينات CD40 وCD40L لتشمل أنواع أخرى من الخلايا بهدف تطوير عقاقير يمكن أن تثبت وظائف هذه البروتينات للتوصل بنهاية المطاف إلى علاج فعال لمرض تصلب الشريين ترجمة نانسي قنقر